السلام عليكم وحشتوني جدا اهلا بيكم في برنامجنا افتخر بمهنتك النهاردة بنتكلم عن حلقة مميزة جدا فريدة من نوحة كل مرة بنتكلم عن الفاشون والجمال النهاردة هنتكلم عن شبكات الشعر ومعينا ومعيكم استاذ محمد ابراهيم اللي مشهور بهيمة ومعي استاذ طبعا بنشكر لرحاب محمد العلماء الجميلة والاستاذ العلامي الاستاذ سعد الفقرة اللي فاتت النهاردة بنقدم لكم في مهنة كافر والتجميل المسأل القدوة اسما قولا وفعلا معانا النهاردة خبير تجميل ومصفف الشعر الشبكات الفرنسية الاستاذ محمد ابراهيم نورنا اسم محمد بروسة سعيدة شكرا ربنا خليك تسلم عرفنا من لستك يا استاذ هيمة حضرتك انا اسمي محمد ابراهيم اسمي شهرة هيمة وطبعا هيمة ده شهرة جات الوالدي ربنا يديره الصحة رب ويكرمه كده ان شاء الله يعني انا بفتخر بي وبوالدتي وبحمد ربنا ان هم يعني مهودين معايا وربنا رب ان شاء الله يعني يكرمنا كلنا باذن الله ان شاء الله يا رب استاذ هيمة انا مشهور بهيمة لا هيمة انا احب بهيمة اتفضلي اشرح لنا ازاي حضرتك بتعمل الشبكية بتركبها ازاي حضرتك يا فنم هي الشبكية في منها انواع فيه صنوعي فيه طبيعي فيه مخلط مخلط ده اللي هو صنوعي بلاستيك على طبيعي بس طبعا هو السحي بيكون الطبيعي الطبيعي حضرتك فيه منه موديلات فيه منه انواع اشكال على حسب الراس على حسب الشكل اللي يتناسب مع كل شخص انا بعمل الافضل بعمل احسن طبعا زراعة الشعر مكلفة جدا فدلوقتي فيه ماتيريا الليزل جديد في مصر اسم الشبكة الفرنسية ففيه طبعا مشاهدين مش عارفين طبعا الماتيريا لو الاسم فاحنا طبعا معنا حضرتك بخبرتك طبعا بس المبسطة لمشاهدين وزمائلنا في المحافظات اللي بتابعوا برنامج التخ consciousness الفكرة مبسطة حضرتك هي الشبكية هي مسمى شبكة فرنسية لكن هي اسمها الشبكية طبيعية الشبكية الطبيعية حضرتك هي لها مسميه بستيجة يوند فيه كل واحد بيسميها عن اسم لكن هي حضرتك المسمى الفعل بتاعها الشبكية الطبيعية الطبيعية عشان هي حضرتك زي ماهوري كده المشاهدين حضرتك عبارة عن شعر طبيعي يا حضرتك مزروعة في الكطع الكطع دي تسمى شبكية تمام حضرتك فهي حضرتك فيها أنسجة لدخول الماء والهواء بشكل صحي وسليم ما لايش أي ضرر نهائي حضرتك كل شهر بيتم تجديد اللازق التب بتاعها وبيبقى فيه منها كل شهر من شهر إلى شهر ونصف على حسب الإفرازات الدونية بتاعة كل شخص دي فترة صلاحيتها أنها تنتهي كل شهر لا يا فندم هي تجديد اللازق التب لكن فترة صلاحيتها فيه حاجة بطوعة سنة حاجة بطوعة سنتين تلاتة زي الإكستنشن كده مثلا؟ بالضبط سكنشن شواتير بالضبط كده فندم فهي حضرتك حلت مشاكل ناس كتير فيه يعني ناس بأنفسياتها تعبانة أيها بسبب الصلاحة الشعر الخفيف فهي يعني بتدي مظهر كويس حضرتك بتعيشها يعني الصور برضو هتشرح لهم أكتر مع الشعر الطبيعي تمام حضرتك اللي عادتها هي نزل لنا الصور صورة موجودة هي قبل وبعد تمام حضرتك يعني ده شخص حضرتك الحالة بتاعته برضك النفسية كانت تعبانة شوية طبعا الشبكية لما تتحط للشخص فبتلاقي المظهر للشكل النفسيا بتلاقي حضرتك الوضع مختلف تماما يعني هو كان أصلح وحضرتك بسم الله إن شاء الله ينخليه هو فعلا كان جعله حاجة حاجة صحية كويسة الأنواع الطبيعية فقط طب اللي يسأل حضرتك بتركبه مدر لا حضرتك دي شركات عالمية أنواع أنواع يعني حاجات ممتازة جدا المصالة عالم كله بيشتغل بيها بيستخدمها طبعا ما فيهج لرر واحد في المية عشان حاجات بتتجدد كل فترة وحاجات التركيبات الكيمية بتاعتها يعني طبيعية مية في المية فان طبعا حصري مع مبادرة افتخر ببنتك وإحنا بنعرض الصور المدرب الأكاديمي السيد محمد براهيم بيوعد شباب من كل المحافظات أي حد حبيب بياخد كرسات رفع كفاءة للشعر الطبيعي إن شاء الله يتوصل مع رقم تليفونه اللي موجود على الشاشة وطبعا برضو شرحنا بقيت الصور في حاجات كده إيه يا حضرتك طبعا حالة تختلف عن التانية فيه بتبقى الجزء الأمامي بس فيه الجزء اللي فوق كله فيه بتبقى الرأس كاملة الحمد لله بفضل الله أنا عندي كل المأسات عندي كل الأشكال الصور الشرحة فيه فيه طبقة صغيرة بالزبط يا حضرتك أنا الحمد لله برضك الموهبة بتبقى ربنا بيديعني الواحد والواحد بينميها فالحمد لله بفضل الله وصلت المرحلة كويسة الصورة دي فعلا فرق شاسع بين اللي الموجود على الشاشة يعني بس هو كان أصلا ما عندهو شعر خالص وبتحسين هو نجد شعره أصلا تمام يا فندي أنا تعرفت الحد ما وصلت المرحلة اللي أنا فيها دي وانا كنت كوفير رجالي من قعدت يعني سمعتش سنة كوفير رجالي بعد كده بدأت تنمي كوفير وافتخر بقى آه كوفير وافتخر آه كوفير وافتخر أنا المقر الرئيسي بتاعي في منطقة باب الشعرية أهلي وناسي هناك وليسكنشن في المهندسيين در الهيئة لكن المقر الرئيسي بتاعي الكوفير فين في باب الشعرية في منطقة باب الشعرية ضرب الإكمعية منطقة اسمها ضرب الإكمعية دي في متفرعة من ميدان باب الشعرية وبحمد ربنا على اللي أنا فيه والحمد لله ربنا على البلد دايما من مبادرة افتخر بميناتك بنقدم لكم المسأل والقدوة ليهم احنا بنقول ما نقلش عن اي مهنة في مجال الكوفير والتجميل ومبادرة التجميلية طبعا شغل الستاذ محمد قدامكم على الشاشة يعني بيعادل الدكتور بقينا نخش في مرحلة الماتيريال والمواد الخامل احنا بنستخدمها لازم ان تكون مرخصة وزارة صحة عشان خاطر احنا بنسمع عن اباطرة تجارة تجارة شعر برضو في مصر دلوقتي حاجة الاسعار بتاعتها في مبتناول الجميع حضرتك هو في منها انواع كتير الحمد لله ما هو حضرتك على حسب المقاز الفراغ بتاع الشعر في حاجة اسمها الجزء الامامي بس في نص الدل اللي فوق في حاجة اسمها فول كاب كاملة فهي بتختلف من كل شخص الاخر على حسب النوع اللي هو عايزه على حسب العمر اللي هو عايزه طب يعني لو جال حضرتك حد مثلا مع اندهور شعر ماشي ممكن مثلا الشعر الحضرتك تركبه ما يبقاش ماشي عليه ولا حضرتك بتشوف اللي انت الصحة لي وبتحاول التشروط حضرتك الحمد لله فضل الله بردك انا بشوف الحاجة اللي تتناسب مع السن والمظهر اللي قدام مني حضرتك وبعمل الحاجة الانسب الاحسن الاجمل اللي هي الطبيعية الوقعية حسنا فيه اكستنشن بتبان بقى لا لا الحمد لله انا بعمل حاجة كويسة حتى حضرتك الناس تخش على الصفحة عندي حضرتك يشوف الشغل التاعي والحمد لله شغل كله كويس الصفحة موجودة على الشاشة اللي حابل بتواصل وشوف بكرة يعني الحضرتك بتبقى شايف ان هي ماشي معاهم اه اه طبعا بعمل الحاجة اللي تتناسب مع كل شخص طب لو جل حضرتك واحد مثلا عنده فوق لا ما عندهوش جناب ولا اصلح خالص اه بعمله حاجة اسمه فول كاب سوالف بالدار بتاع الورا بزبط له حاجة تتناسب مع الوضع بتاعه وكل حروتك روز بيبقى ليها مقاس ليها شكله معين صح كنا احنا بنقول احنا فنانين في مجال التجميل اه طبعا اكيد فطبعا السيد محمد بفنه وتدرجه ان هو بينافس الدكتور في شغله دلوقتي والحاجات اللي احنا شفناها على الشاشة دي بترجع للفن يا شايمائبي وانتي بتسأله بتقوله لا اكيد طبعا هو بيرجع اي انه برضو اسأله يعني عشان برضو الناس تبقى معانا برضو في نفس الصورة ان شاء الله حصري مع مبادرة ابتخر بنتك وحافظة الجوكر 2020 يوم 30 انا بس ارسال للشباب بعد اذنكم كل واحد في شغله يكتهد ويعمل عليه ربنا هيكرمه البلد يعني احنا بنمر بمرحلة فان شاء الله انت ايه ما تقولش لا انا ما في الشغل لا في شغل اشتغل ويعمل عليك ربنا هيكرمك هيك اكتهد ربنا بيند كل واحد على قد نيته على قد تعبه على قد مجهوده وان شاء الله لخلي جميع بإذن الله اكيد حضرتك ما وصلتش لده بالسهل اكيد اكتهد عشان توصل لكل ده تعبت تعبت الحمد لله ربنا بيكرم كل واحد وبيدد كل واحد على قد نيته طول ما النية خالصة لله ونعمة بالله دائما بنترك رسالة للضيف بتاعنا المسأل القدوى النهاردة انك مشرفنا فعلا رسالة رأى رف حد ليك او رسالة موجهة لحد معين انا والدي ده يعني ربنا دي له صحة والدتي اختي امان اخويا احمد اخويا محمود زوجتي اهلي ناسي من المنطقة اللي انا فيها انا فخور بهم كلهم وبحمد ربنا على لنا فيه وان شاء الله انا مكمل حلمي ان شاء الله ولسه مكمل في اللي انا فيه وهعلى وبشكر المنظومة وبشكر فيه فيه فئة من المجتمع يعني يدوني سيكاتهم والحمد لله يعني يعني بحمد ربنا على الواحد وصله انا فقروا بيك وتواجدك معنا اتواجد حضرتك معنا امتظروا اسم الشهرة هيما هيما لا هيما هيما ان شاء الله اسم والدي هيما ربنا ادي له الصحة والدتي وربنا يكرمهم كده رب وان شاء الله في تقدم ولسه مكمل حلمي يعني لسه لسه فيه اسعار حلمك وكمل وعملنا عليك وربنا يكرمك بي ان شاء الله ان شاء الله انا منازل من حضرتك برضو هدية صغيرة كده درعي بسيط من ودرة افتخذ بمينتك اتفضل ماشا حبيبا تسلا تسلا شكرا دائما معاكم فقرات مميزة انتظروا ميسيو هيمة في كورس رفع كفاءة يوم عشرين وعشرين بحثة زوكر على البخير الليل السوبرين المعادي انتظرونا الفقرة اللي جاية او اتروحوا فأي حد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة